يمكنكم متابعة برامج وأخبار قناة النهار والقناة إخبارية في الجزائر على موقعنا على اليوتيوب كما يمكنكم تفاعل معنا من خلال تسجيل تعليقاتكم على كل الأحداث الحصرية التي ينقلها تلفزيون النهار مساكم سعيد أهلا وسهلا بكم مشاهدين إلى تعطيتنا الإخبارية المتواصلة ودون انقطاع على قناة النهار والقناة إخبارية في الجزائر إذن سأرافقكم من الآن إلى غاية ساعتها الثالثة والنصف زوالا العديد من الموضع التي سنناقشها في تسعين دقيقة أخبار الثالثة إذن سنتحدث عن شروع الأئمة في مختلف ولاية الوطن في تنفيذ تعليمة وزارة الداخلية من أجل منع جمع التبرعات الخاصة ببناء المساجد سنتحدث كذلك مشاهدين في تسعين دقيقة أخبار هذه الثالثة سنتحدث عن شكوى وزيرة الثقافة سيدة نادية العبيدي ضد الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الشكوى التي ودعت أمام محكمة سيد محمد بالعاصمة عن تهمة القذف من جهتها لويزة حنون وفي أول رد لها قالت أنها سترفع الحصانة البرلمانية عنها وستذهب مع وزيرة الثقافة نادية العبيدي إلى أروقة العدلة إذن والعديد من الموضع المجز المحلي المجز الثقافي وكذلك الرياضي في تسعين دقيقة أخبار البداية وكما قلت شرع أمس أئمة في مختلف ولاية الوطن في تنفيذ تعليمات وزارة الداخلية والجماعة المحلية الصادرة قبل أسابيع والمتمثلة في منع جمعية تبرعات الخاصة ببناء المساجد وكذلك تمويل الجماعية المسجدية هذا الإجراء سيطبق مؤقتا في انتظار صدور قوانين منظمة للعمل من جهتهم أعرب المصلون عن استياءهم تجاه هذه التعليمات لخوفهم على عدم استكمال أشغال إنجاز المساجد التي هي في طور الإنجاز وللحديث عن الموضوع سعد باستضافة الشيخ جلول حجيمي رئيس نقب الوطنية للأئمة الجزائريين أهلا وسهلا بك شيخ في تسعين دقيقة أخبار إذن كما تبعنا انطلق وشرع أمس العديد من الأئمة في مساجد الجمهورية في تطبيق تعليمة وزارة الداخلية القاضية بمنع جمع التبرعات لبنائية المساجد الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم سليما مباركا إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كما طلعتنا وسائل الإعلام الوطنية عن موضوع أن هذا الإجراء هو إجراء مؤقت في اعتقاد ريثما تخرج قوانين مصطرة للعملية متعلقة بجمع الأموال لفائدة بناء المساجد سواء عن طريق ما أهله بعض القانون لشخصيات تابعة لوزار الشؤون دينية أو لمديرية الشؤون دينية أو الشخصيات الطبيعية أو الشخصيات الأخرى التي تحتمد على إطار اللجان الدينية أو الجمعية الدينية وأنا أعتقد أن القانون موجود حتى يفصل الموضوع بين اللجان الدينية وتسير المساجد وهذا كان أحد مطالبنا أن اللجان الدينية تكون لها خصوصيات لا تتعلق بتسير المساجد ولا بالقضايا المتعلقة بالمحراب والمنبر والدروس والوعظ والتسير وما إلى ذلك وهي متعلقة فقط بشيء مهم كبير وعظيم جليل عند الله عز وجل وبناء هذه المراكز وهذه المساجد وهذه المدارس القرآنية حتى تكون العملية تمر بالشكل من الشفافية والوضوح خاصة فيما يتعلق كما تعرف الوضع العالمي لإقيمين متعلق بجمع المال وبعض التهم التي تصل من هنا ون هناك في هذه النقطة بالذات شيخ جلو الحجيمي ربما برأيكم أن الأئمة الآن يعني لا يقومون ربما بالتحكم في الأموال التي تدخل المساجد يعني هناك سوء تسير لهذه الأموال ليتبرع بها المحسنين له غالب العملية تمر في غاية الوضوح لأنه نحن لا نقبل أي جمع مال إلا برخصة موثقة من طرف سواء الهيئات المتعلقة بوزارة الوصية أو ما يتصل بوزارة الداخلية هذا الأمر يتم في وضوحكم فيه على طول أول ما يجمعوا المال في المسجد يأتي الأشخاص المعنين ويمضيوا بالرقم وبالعدد بالدنانير كم هو مجموع في اليوم الفلاني وتبقى نسخة إلى الإمام الذي يعطيها إلى المصالح الأخرى حينما تجمحها أعتقد العملية ظاهرة ربما فيما يتعلق ببعض الجمع المال غير على هذه الطبيعة قد يكون فيه وهذا بشر يخطئ ويسر هو قليل هذا ما يحدث عندنا الحمد لله نحن مرينا بمرحلة مظلمة في تاريخ الجزائر وكانت المساجد قد تصدت لها في أعز هذه الأزمة أو في خطر هذه الأزمة وإن كان الحمد لله والآن والله الحمد أن مساجدنا التي تعاد أكثر من 20 ألف مزل تقريبا كلها من حصيلة المواطنين بفضل عز وجل من المحسنين وتنظيم العملية وضبط العملية لا يخل بالأمور فقط أنه لا ينبغي أن يكون أو لا يفهم أن هناك تضييق نعم فقط قبل الغوص والحديث عن هذه النقطة بالذات ربما هذا العملية جمع تبرعات المحسنين من أجل إنجاز وتشييد وبناء المساجد معمول به منذ أزيد من 30 سنة هنا في الجزائر أكثر وحسب الأرقام المقدرة 90% من كل مساجد التي بنيت الآن في الجزائر بنيت على تبرعات المحسنين ربما ألي يعيق تطبيق هذه التعليمة الصدرة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية استكمال إنجاز المساجد الآن في الجزائر سيد الكريم هذا الموضوع إلى الشقين الشق الأول نحن كنا قد بادرنا في أرضية المطالب التي أعطيناها للوزارة الوصية من خلال الحكومة أن المساجد التي طال عمرها فوجب على الدولة أن تبنيها وأن تتدخل في مساجد 20-30 سنة وقلنا كذلك بالنسبة للمناطق النائية المساجد في المناطق النائية ما نروحوش إلى فلان أو علان باش يستعمل المساجد في قبضته وعلى السلطة أن تبنيها إذا كان الجزائر الحمد لله غنية وتعطي إعانات إلى دول أجنبية وتعطي مساهمات في عيدة كثير فما بالك المساجد أولى لكن ملاحظة أن المساجد الآن المحسنين يتبرعوا يبنوا المساجد الأمر الثاني للأسف مما نأسف له أن الدولة والله الحمد تبني كل المرافق تبني الملاعب تبني دور السينما تبني الثانويات تبني الجامعات تبني المدارس إلا المساجد لا تبنيها كاملة فإذا كان بمقدورها أنها تبني هذا لا يعني أنها تجعل حد للمحسنين وإنما بتبرعات المحسنين مع تسهيل الإجراءات من طرف السلطات ولائية أو وطنية أو بلدية حتى يتم المشروع في أجاله المحددة لأنه لا بد أن نفهم سيد الكريم أن حق العبادة مكفول في الإسلام في الجزائر وفي القانون فهذا الحق لا بد أن توفر له المسجد ليس فقط هرم لمسجد تسيير أواني ضباط نظافة أمراض تتكهرباء صيانة إلى غير ذلك فالمسجد هو مؤسسة من مؤسسات المجتمع التي ينبغي الصهر عليها حتى المرصون أو المراسم التي تقول بأن البلدية وغيرها ليس كل البلدية قادرة على أن تقوم مثل هذا العمل يعني بعض هذه العروفة أو ميزانتها أضعف وبهذا نحتاج دائماً رجوعنا إلى المحسنين أو بطريقة أو بأخرى لكن نحن الذين نريد أن يكون أن احترام المسجد وهو شاعير من شعائر الله عز وجل ومن معظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب إن المسجد الذي ندعو مع الله أحداً يعني حرياً أن تكون أو أن تقوم بها الدولة برمتها على أنها مؤسسة من مؤسسات الدولة وبهذا هذا لا يعني أن نغلق الباب على الخيرين والمحسنين بالطبع ربما أنتم كرئيس النقبة الوطنية إما كيف تفسرون صدور هذه التعليمة من قبل وزارة الداخلية والجماعة المحلية بدل وزارة شؤون الدنيا والأوقات نحن تعرف في منهجنا الدعوي نقدم حسن الظن عن سوء الظن ونقدم على أن هذه مرحلة انتقالية من قانون إلى إيجاد قوانين أخرى يعني ما هو شعيب لما وزارة الداخلية باحتبارها أن تهتم بكل ما هو شأن داخلي للمجتمع الجزائري ومن بين الشأن الداخلي المسجد لكن الذي لا نأمله ولا نحبه ولا نرضاه ولا نشك فيه هو أن تضيق على المسجد بأسلوب أو بآخر التحريات تسميه تضييق إذا لا نسميه تضييق إذا كان فهم من هذا لأن بعض المواطنين أسمحتم مسائل التواصل وغيرها فيه أن يقلوا الوقت هذا غير مناسب نحن تقريبا في شهر رجب وما بقي إلا شهر عامل نحن مقبلين على رمضان كان بنا كمسلمين كأمة مسلمة كإطارات كدولة كمؤسسات تحترم أن الشهر الفضيل هو رمضان وتشتهد في الإسراع إلى فتح المساجد والمصليات وإيجاد الجو المنائم خاصة نحن في حقمة الصيف فعندما توقف هذه العملية ولو تقنيا يشعر الناس عموما على أن هذا تضييق على المسجد ولا يضييق على الأشياء أخرى تضييق على المحسنين ربما على كل خير خاصة كما قلت في هذه الأشهر كان من المفروض مراعاة الظرف أنا في اعتقادي أن مرحلة انتقالية من قوانين معينة حتى تخرج من قوانين أخرى تعسطر العملية وتنظمها ولا نتهرب أمدا من عملية التنظيم والتأطير حتى المراقبة لكن بشرط أنه ربما خالنا الوقت في هذه الفترة التي هي نحن ممكننا على نهاية أيام رجب المباركة مقبلين على شعبان وشعبان كله على رمشة عين ويجي رمضان ورمضان في فصل الصيف ويحتاج إلى تجهيزات إلى مراوح إلى مكيفات إلى كذا ولهذا المجتمع يحتاج إلى محسنين ومن التبرعات ربما حسب التعليم الأخيرة سيتم مستقبلا تحويل ربما كل طلبات الجمعية الدينية في كل ولاية الوطن إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية التي ستكون ربما الهيئة الوحيدة المخولة قانونا بدراسة ومنح الترخيص الخاصة بجمع التبرعات للمساجد هو إذا كان باب ضبط الأشياء وعدم استعمالها في نطاق آخر أو في طريق آخر فلهم ذلك لكن بشرط أننا لا يمكن أن اعتقادي مصالح وزارة الداخلية مشكورة على ذلك لكن لا يمكن أن تفهم المسجد أكثر مننا ولا يمكن أن تفهم المسجد أكثر من مصالح وزارة شؤون دينية فنحن الأقرب الناس معاملة وتعاملا وفهما وحكمة ودراية بأحوال المسجد فلا يمكن تجاوزنا إما كوزارة وإما لأننا نحن أعرف الناس بالواقع ولهذا قدمنا مقترحتنا أن تكون الليجان الدينية بعيدة عن مهام الإمام حتى لا يكون فيه خلاف وصدام لأنه فيه جمعية دينية بعضها عنده ينتمي إلى أفكار معينة بعضهم إلى مذاهم معينة وبعضهم إلى جماعات معينة ويتم الضغط على الإمام بطريقتنا وبأخرى ولهذا قلنا يبقى مهاما للمسجد مع أننا نحن نقر بأن الجمعية الدينية لها من الأدوار والغايات التي وصلت بها في بناء المساجد شيء عظيم وكريم وفضل لكن في بعض الجمعيات ربما التي أخطأت الطريق أو استعملت بعض الوسائل غير قانونية هذا مما دفعنا أن نقول يابد أن يفصل بين الجمعيات الدينية واللجان الدينية وإمامة المسجد وتسير المسجد لأن هذا من صلاحية الإمام الأعلى رتبة في القانون فالإمام المسجد هو مؤسسة المسؤول عنه الأعلى رتبة كالمعهد وكالجامعة وكالمدرسة وكالكلية لا إلى غير ذلك إذن مستقبلا ستتكفل ربما الدولة وستتولى هي بناء المساجد في كل ولاية الوضع نعم نحن يريد أن الدولة تقوم بهذه الرعاية الكريمة وأن تبني المساجد في أجالها مواطنين ربما إستانوا ونددوا بهذه التعليمة قد يكون بالعكس قد يكون أن تقضى مثلا الدولة تقوم بمشروع 50-60% والبقية يقومه المحسنين وقد يأتي رجل واحد محسن يبني مزدف له ذلك وقد يأتي ثنين فنهم ذلك وثلاثهم ذلك ورواعهم ذلك نحن لا نقلل من العمل الخير ولا نحجمه ولا نمنعه ولا نحب أن يكون أزله وعلى الدولة أن تراقب هذه الأشياء لأن هذه الدولة لا بد أن تراقب لأنه في ظرف عالمي وظرف إقليمي في توجهات في أفكار في جماعات إلى غير ذلك المقصود من العملية أن الدولة عندما تقدم يعني رأس مال وتقدم يعني ما فيه الكفاءة لبناء الأساسات قد هذا المشروع عمره سنتين قد يكون في سنة وقد يكون في أقل فمثل هذه المساجد من هذه المشاريع واللي الحمد كثيرة فربما في ألاف المساجد تحت الإنجاز فإذا حدثنا من التأخر ولو مثلا الآن نلقم بعض ربما يسمعون بعض المساجد اللي تحظر في طابق أو طابقين وتأتي هذه العملية تأخرهم وتقزمهم ربما يعني هم كهيئات ربما ينظرون بمنظر آخر لكن نحن ننظر بأن الفترة غير مناسبة أو لا بد من الإسرع في إخراج هذا القانون حتى ينظم عملية تسير وتكون مساجد هاتي ولا يشعر أقول بكل صراحة ولا يشعر المصلون وأهل المسجد أن الدولة تعرقلهم أو أن وزارة معينة تمنعهم فالحمد لله وزارتنا والأولئين يصلون للجمع ويصلون للأعياد ويصلون للصلاة الخمس ونحن مقبلين على التراوح مساجدنا الحمد لله مملوءة نحن السطح يمتلئ والطرقات تتمتلئ ونحن في قلب العاصمة فلا بد أن نجعل هذا المصل في راحة في أمان في ظرف طيب فلا بد أن يشعر بأن الدولة هذه ترعى الإسلام حقيقة وأن الإسلام دين الدولة في واقع الناس وفي حياة الناس وفي معاش الناس وحتى لا تكون قلاقل من هنا أو هناك وحتى لا يستغله طرف سياسي سواء كان في العرض أو في المعارضة أو في السلطة بل تبقى إن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ونقول دائما استقرار المسجد واستقرار المجتمع إذن أنتم شيخ الفضل تطالبون من السلطات المعنية الإسراء الإسراء ونحن مقبلون على شهر شعبان ورمضان ومشاركتنا في هذا الموضوع بالأراء لأنه توسيع دائرة الشراء ومعرفتنا نحن كأئمة نحن نمتلك في جوعهنا ألاف المخارطين وربما تشاهدون جوعيتنا العامة التي تعتمد حتى الانتخابات في الصندوق على المباشر فنحن أولى الناس أن نعلم ماذا يحدث في المزل لأن نحن الذين نديره ونحن الذين نصهر على راحته ونصهر على راحت المواطن ومن هنا يمكننا رسالة الثانية أن كل مرافق المزل المزل يحتاج مرافق يوميا المكتبة تحتاج مرافق ودورات الميات تحتاج مرافق والفراج تحتاج مرافق والإنارة وغير ذلك فالآن المؤسسة هذه لا بد أن ترعى رعاية طيبة أنت إذا سافرت إلى أي دولة إسلامية الإسلام ودين الدولة فيها تنظر المساج من حيث الصيانة ومن حيث المكانة ومن حيث الأداء ومن حيث الطراز حتى نحن في الأرضية المطالب طالبنا بأن يكون طراز معماري يميل إلى الحضارة الأندلسية ويتعانق مع الحضارة العثمانية ويعيش في هذا الجو حتى نتميز عن غيرنا وهذا التميز يكون حلقة إضافية فينا ليس نقصانا شكرا لك شيخ جلول حجيمي رئيس نقب الوطنية للأئمة الجزائرين كنت ضيفي في 90 دقيقة خوار على قناة النهار تحياتنا شكرا تحياتي الخاصة هل أعجبكم الفيديو؟ اشترك سجل تعليقك أو موقفك أسفل الصبحة لأن رأيك يهمنا إيجابيا كان أو سلبيا لأننا نهتم كثيرا بوجهة نظركم